وبعد ما شفنا مع بعض ازاي قدرنا نوظف الكلمات في الحوار معنا تعالوا اندلوقتي مع بعض نعمل تمرين بسيط ولكن قبل ما نعمل التمرين تعالوا نشوف مع بعض نقطة لغوية مهمة جدا تقدر تساعدني في المحادثة في اللغة الصينية هنبدأ دلوقتي مع بعض نقطة لغوية مهمة جدا وهي اداة الاقتراح اللي هي بعض ولكن مش اي جملة عندي في اللغة الصينية ممكن يكون فيها بعض تكون ديهاية اقتراح تعالوا نشوف مع بعض ازاي نحن نقدر نعمل جمل من الطلب والاقتراح عندي نقطة مهمة جدا في الجمل الخاصة بالطلب والاقتراح ان الفاعل دايما يكون يا اما انت او نحن يعني ممكن تكون ومن يا اما تكون ني وبعد كده بتعبر عن الامر والطلب والنصح ولكن دايما اللهجة بتكون فيها خفيفة شوية تعالوا نشوف مع بعض جملة بسيطة اول حاجة بتقول وانت كمان تعالى هنا وجوب بع الأداة المساعدة لللهجة في نهاية الجملة بتعبر عن الطلب والاقتراح وهنا الجملة اكني بقول لحد حاجة ولكن في هيئة الامر والطلب ولكن هنا اللهجة بتاعب بع بتقلل من الحدة بتاعت الكلام او بتقلل من حدة الامر للشخص اللي قدامي لكن لما قل لحد وانت كمان تعالى هنا بتكون في هيئة الامر ولكن بتكون بصيغة جديدة شوية لكن وجود الأداة المساعدة للهجة اللي هي ببع في نهاية الجملة بتعبر عن الاقتراح والطلب والأمر والنصح ولكن بتكون بلحجة خفيفة شوية بيكون فيها الرطف شوية في الكلام شوف مع بعض جملة كمان يعني ايه؟ هنا بنصحك انك تعمل الحاجة او بمعنى صح بقترح عليك هي فاكلة الاحوال في هيئة الامر انك تعمل الحاجة دي ولكن برضو زي ما قلنا كلمة باع في نهاية الجملة بتعبر عن الاقتراح والأمر والنصح والطلب ولكن بلهجة خفيفة شوية يعني اطمن استريح مفيش اي حاجة هتحصل وهنا كلمة باع هنا بتقلل من الحدة بتاعت الامر والنصح نشوف مع بعض جملة كمان كلمة هنا كلمة باع برضو في نهاية الجملة هنا بتأكد على الاقتراح خلينا نروح مع بعض سوا لكن اما قل هتلاقي ان اللهجة في النطق نفسها شديدة شوية لكن اما قل هتلاقي ان البع بتقلل من حدة الكلام او بتقلل من حدة الامر شوية زي ما قلنا ان جمل الطلب والاقتراح مش لازم كلها يكون فيها كلمة باع في نهاية الجملة ولكن انا ممكن استشفى المعنى بكل بساطة طب زي ايه؟ عندنا مثل دلوقتي جملة بتقول معناها ايه؟ انتو روحوا استمتعوا بالوقت هنا بدل حد نصح ان هو يعمل الحاجة ايه اللي خفف عندي هيئة الطلب والاقتراح والنصح دي؟ كلمة خوخار خوخار قلنا ان كلمة خوخار معناها بشكل جيد كلمة خوخار بتيج برضو في هيئة النصح ان حد يعمل كده زي ما قلنا زي ما قلنا ارتاح كويس او ارتاح بشكل جيد فانا هنا بأمورك او بنصحك ان تعمل الحاجة ولكن بلهجة خفيفة شوية نشوف مع بعض الصيغة لما بنيجي ننفي عندنا جمل الطلب والاقتراح عندنا اداتين ممكن نستخدمهم زي كلمة بو ياو او بي دول ادوات النهي انك بنهيك عن انك تعمل الحاجة دي خالص زي ايه؟ نقول مع بعض كده اول حاجة زي جاو تأو تشنتي Pop عدو تستح Cock النمو بدري و الصحيان بدري زي جاو تشنتي卜 لما تنام بدري وتصحى بدري صحيتك هتبقى كويسة هنا أداة نهية عن أنك تعمل لحاجة دي فعلي بمعنى يستغرق في النوم إن حد ينام نوم عميك شوية معناها بلاش نتنام نوم عميك قوي أو بلاش تستغرق في النوم يبقى كلمة هنا هنا بنهيك عن فعلي الحاجة وبتكون في هيئة الأمر وبتكون لها جديدة شوية ولكن لما بنيجي نستخدم صيغة النفي مش هيكون عندي فاعل نفسه لأن أنا عارفة إن الصيغة ساعتها هيكون واضح عندي أنا بكلم حد وبنهيه عن فعلي الحاجة فهو واقف قدامي الصيغة ساعتها واضح فبالتالي ما بنحطش الفاعل في الجملة نقول الجملة كما مرة معناها تنام بدري وتصحى بدري صحيتك هتبقى كويسة بلاش تكسل وتنام كتير قوي فأنا هنا برضو بأمره وبنصحه بإنه ما يعملش الحاجة دي الجملة اللي بعدها بتقول كامل بيا زيها بالضبط زي كامل بياو فالجملة بتقول الجملة هنا معناها أنت بالفعل شربت إزاستين بياخلا ممكن يكون حد شرب إزازة كوكاكولا مثلا فده غلط على الطفل فأقوله أنت شربت إزاستين بالفعل بياخلا بتشربش بلاش تشرب فأنا هنا بنصحه وبأمره بإنه هو يعمل الحاجة وفي نفس الوقت مفيش عندي في الجملة الفاعل لأن السياق هيكون واضح وأنا بأمر حد وبطلب منه حاجة إنه يعملها فبالتالي هو قدامي السؤال الاستنكاري السؤال الاستنكاري بيكون متوظف زي أي سؤال استفهامي عادي أو أي استفهام ولكن بيكون السؤال الاستنكاري مش محتاج مني إجابة باستنكر من الحاجة اللي حصلت دي طب زي إيه؟ عندي السؤال الاستنكاري اللي أنا أتعلمه النهاردة عن طريق إن أنا بحط صيغة الفعل عادي وبحط كلمة شماء أداة الاستفهام شماء وبعد كده بتعبر عندي عن الاستنكار أو الرفض للحاجة دي أنا باستنكر من حدوث الفعل ده زي إيه؟ الجملة بكل بساطة يعني الحاجة دي ما تخصكش أو الموضوع ده مش تبعك خالص الحاجة دي ما تخصكش أنت بتبص علي الحاجة دي مش بتاعتك أو الحاجة دي ما تخصكش دايما السؤال الاستنكاري اللي أنا أتعطي في النطق هتفرق جدا في المعنى يعني ماينفعش أنطق الجملة لازم أنطقها بهيئة فيها استنكار نشوف مع بعض جملة كمان أنت أصلا ما بتعرفش تلعب كورة أو ما بتعرفش تلعب أي كورة هتروح تعمل إيه؟ لو حد ماينفعش ياكل أكل حراء أنت ماينفعش أصلا تاكل أكل حراء أنت بتاكل إيه؟ فأنا هنا بستنكر من الفعل اللي بيحصل قدامي بكل سهولة طريقة نطقي للسؤال الاستنكاري هي اللي تفرق عندي جدا في المعنى وبكده نكون شوفنا مع بعض أهم النقاط اللغوية اللي ممكن نستخدمها في أي حاجة لغة صينية وتساعدني جدا في المحاسن تعالي دلوقتي مع بعض في الجزء الخاص بالتمدنات تعالي نشوف مع بعض أول كلمة عندنا معناها يدرج بعد كده عندي الفعل يقابل بعد كده عندي الفعل يتمنى تعالي نشوف مع بعض أول جملة أول جملة بتقول بالتالي هم مفوط هيعملوا حاجة مع بعض لأنه عندي كلمة زميان للإقتراح عند البوابة أو عند المدخل هنعمل إيه؟ مظبوط هنختار الفعل اللي هو نتقابل بكرة بالليل خلينا نتقابل قدام البوابة أو عند البوابة سميان إيه رأيك؟ تعالي نشوف مع بعض الجملة اللي بعضي الجملة بتقول يعلاع كذا ميا شنر قائل كذا ميا شنر قائل كلمة شنر قائل معناها عيد ميلاد سعيد بعد كده عندي في الأول اسمي يعلاع بالتالي هل هستخدم عندي اليعوتيار ولا جو مظبوط طالما عندي كلمة شنر قائل هيجي دايما معاها الفعل بتاعي يتمنى لو أتمنى ليكي عيد ميلاد سعيد تعالي نشوف مع بعض الجملة الأخيرة بتقول بعد كده هنختار أنهي الجملة بتقول هو دايما مع صحاب الصينيين يستخدم اللغة الصينية في أنه مظبوط هتكون دايما بيستخدم اللغة الصينية في أنه يدردش مع الصينيين وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع بعض وعرفنا إزاي أن بكل بساطة عن طريق الكلمات اللي أنا تعلمتها أقدر أوظفها في حوار بسيط وشوفنا مع بعض النقاط اللغوية المهمة جداً اللي تقدر تساعدني في المحاسة باللغة الصينية 好的 那我们到此结束 再见